بالنسبة للموضوع اللي تكرره للسؤال اللي تكرر بخصوص الجلسة دي المجلس النواب يوم الاثنين الماضي أولا الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة باطل ومنع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لتناول الكلمة في البرلمان تعسف لأنه البرلمان هو فضاء للنقاش وللتداول وللتدافع ولإبراز وجهات النظر أنا كانت سأل إليك الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لا يحق له الكلام مش كل أخص يتكلم ولاش يحضر علاش يمشي البرلمان الوزير المكلف بالعلاقة لماذا يجلس في البرلمان منذ بداية الجلسة إلى نهايتها لأنه هو المسؤول عن تدبير العلاقة ما بين البرلمان والحكومة ولا طرح شي نائب شي سؤال الوزير يجب أن يقدم التوضيحات فما فائدته أن يحضر الوزير ويسمع وفي نهاية المعطف يتقلوا لاحق لك في الكلام هذا تعسف غير مقبول ثم جميع القرارات ديال المحكمة الدستورية اللي كتنظم واللي عندها السلطة على مراقبة القوانين بما فيها القانون التنظيمي اللي هو النظام الداخل للنجلس النواب تتستند على واحد المعطأ أساسي جدا اللي هو التوازن والتعاون ما بين السلطتين ولن تبهت في جميع المبادرات الرقابية يتكلم النائب يجب أن يتكلم الوزير ليجيب السؤال يليه تعقيب والتعقيب يليه تعقيب آخر نفس الشيء بالنسبة للمدخلات فمنك نجيو لجلسة العامة ثم الفصل على ما أعتقد 262 من نظام الداخلين لمجلس النواب صارح وواضح ما يبرمج الأسئلة الذي يبرمج الأسئلة هو مكتب مجلس النواب والذي يبرمج القطاعات الشهرية التي يتم استدعاؤها للبرلمان هو مكتب مجلس النواب عبر شمال قاعدة عبر قاعدة واضحة وبسيطة إذا كان السؤال عاديا 25 يوم إذا كان السؤال آنيا يطلب إذن الحكومة في ضرف 20 يوم إلى 20 يوم يتحول السؤال الآن إلى عادي وتصبح الحكومة مجبرة على أن تأتي إلى البرلمان وأن تجيب على السؤال هذا هو الدستور وهذا هو النظام الداخلي فالبرلمان هو الذي يبرمج هو الذي يحدد جدول الأعمال هو الذي يقرر من سيستدعي ومن سيحضر ومن لن يحضر والوزارة الذين مطالبين بالحضر واجب أن يحضروا فقط في الحالات التي منصوص عليها أيضا في النظام أنهم يتغيبوا إذا كان هناك يعني بعض الحالات لمحددة حسبا فالذي وقع هو أن السؤال الأسئلة التي طرحها السيدة والسادة النواب من المعارضة برمجت في جدول الأعمال والوزيرة المعنية التي طالها الجدل كانت حاضرة في مجلس النواب وأجابت على هذه الأسئلة فهنا لكن غير هذا هو المشكل ونخليه الوزير المكلف في العلاقة مع البرلمان من يتكلم لكن أن يقف الوزير لكي يتناول الكلمة ويتم منعه بالصراخ اسمحوا لي اسمحوا لي نقول لكم بأن هذا تعسو ثم هل يحق للوزير أن يتكلم أو لا يتكلم الوزير النظام الداخلي المجلس النواب سكت ما يقول لا يحق له ولا لا يحق له والأصلحين ما لا يكون المنع شنو كي يكون يكون وبما أن القرارات لمحكمة الدول السورية كتتكلم على التوازن والتعاون ببنى السلطتين فكيف شغل تتم التعاون ونحن نسمع صوتا واحدا ولا نسمع الصوت الآخر شكرا لكم شكرا لكم